هتكلم أول حاجة عن الشلل الدماغي وأسبابه الشلل الدماغي ده بيجي نتيجة مشاكل أثناء الحمل وأثناء الولادة وأثناء بعد الولادة يعني مثلاً الأم عندها اتعرضت لإشاعة إكس أو اتعرضت لمشاكل أثناء الحمل مثلاً زي نقص الحديد في الدم كمان بيأثر عليها لو اتعرضت لتدخين أو إدمان أو خدت أدوية بتأثر على الطفل أثناء الحمل كمان الحاسبة الألمانية أو الحاسبات بجميع أنواعها بتعمل تشوف في الأدوية أثناء الولادة ممكن يحصل نزيف أثناء الولادة بيأثر جداً على الطفل كمان لو الولادة كانت متعسرة باستخدام ألات أو ألات حدة ممكن بيعرض الطفل للشلل الدماغي بيأثر عليه جداً وبيبقى نقص أكسوجين نتيجة الشفاط واستخدام الأدوات دي فبيأثر جداً على الطفل ده ممكن بيحصل له بقى حاجات كتير بعد الولادة ممكن بيكون شلل طرفي أو شلل نصفي أو شلل سلاسي أو رباعي أو في جميع الأطراف ترجمة نانسي قنقر